وأنا بأتكلم في الجزئية دي في ناس عندها معتقدات معرفش ممكن تبقى صحة ولا غلط بس هنقولها إنه أكل الشطة أو أكل المواد الحاجات الحرقة بتزيد من حب الشباب صحة المقولة من عدمها هي الفكرة إنه إحنا مش هينفع نعمل لست يعني أنا لما أجيلي بيشنت ما هو لازم أنا برضه أقول كلام معقول يعني إذا أردت أن تطع فأمور بما يستطع مش هينفع أجيب ورقة أو لست وهقعد أكتب لها كذا لا أو كذا لا أو كذا هي هتطلع هي هتقطع الورقة هي هتمشي يوم على الكلام ده و هتلاقي إنه هو مش منطق فالص أهي بصعب إنه بلا بصدق إحنا مثلا دايما بحذر من السكريات في الأكل دي لليها رول فعلا في حبوب الشباب حاجة اسمها High Glysemic Diet الناس اللي بتاكل سكريات كتير وبتاكل مكارونات وباستا وروز الحاجات دي ليها دور الألبان خليط الدسم ونقصة الدسم ليها دور الحاجات دي دي شوية لازم نقلم إنها المنتجات دي عطل فرن الفين ودايما نقولهم كده البيتزا البتاء العيش الفين والحاجات دي نقلل منها الحاجات دي كلها بتزود حاجة اسمها Insulin Gross Factors بتزود بقى المشكلة بتاعت الأكني دي بتشارك فيها وبتزودها فبالتالي دي نتجنبها وسهل نتجنبها لأن عندها بدايل لكن مش هينفع أمنع لها حاجات كتير تقريبا 70-80% من أكلها كل اللي بقوله لهم إن إحنا لو أكلنا حاجة مثلا النهاردة ولقنا بعديها بيومين ثلاثة الحبوب زادت قوي فنبدأ نفكر إحنا أكلنا إيه ومين ثلاثة دول نبدأ نتجنب بقى الحاجة دي شوية أو نلاحظ نوبزيرب لو حصلت تاني بعد الأكلة دي لا يبقى هي عندها مشكلة معاية فهتجنبها في ناس بعد أن يبتأخذ الوجبات السريعة بتيكة قوي حاجات الفاستفود دي من فيها دهوم مشبعة كتير جدا يرجع لو أكله أسبوع برا يرجع يقولك أنا حاسس إن بدأت الحبوب تظهر أو بدأت تزيد حصل حاجة اسمها فلير آه زادت إيه اللي بيزودها إيه المواد اللي موجودة في الأكل ده بتزودها وإزاي يتجنب ده لو هو مضطر أن يأكل برا يعني مضطر دي مش عارفة هو النسبة تحب أكتر من أنها مضطرة أو بتكسل اللي بيقول أنه هو مضطر بالضبط هي دهون المشبعة أو الساتيوريتة فاتي أسدز دي دي برضو لها دور فلما بيكون بيشنت مثلا بيشتغل برا بقولها طب خلاص خذي مثلا لانش بوكس خطي فيه فكهة خطي فيه حاجات من البيت هاتي انتي بيرجر وعمليه في البيت مثلا بزيت استعملي زيت زاتون في أكلك الحاجات دي أصلا مهمة قوي كلايف ستايل مش بسطة عشان الحبوبة دي مهمة لنا كلنا زي فكرة